بشاركة مع أكاديمية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية تم افتتاح أكاديمية شيكاغو لكرة السلة بدار البيضاء وذلك بحضور دامو ويليامز لعب كرة السلة ومؤسس الأكاديمية المذكورة بالولايات المتحدة الأمريكية علمنا أن كرة السلة بالمغرب تتطور يوما بعد يوم لهذا اخترنا هذا البلد لعقد شاركة معها وتأسيس أكاديمية شيكاغو لكرة السلة بغرض سقل مهارات لاعبي هذه الرياضة وتربيتهم على ممارستها ومساندتهم على فهم تقنيتها بشكل أعمق ليصبحوا لاعبين محترفين أتدرب هنا منذ فترة بصراحة إنه لمن الجيد أن تكون شاركة مع أكاديمية محترفة حضور اللاعب المحترف دامو ويليامز مهم بالنسبة لنا كل شيء على ما يرام إنه يوم رائع أكاديمية شيكاغو لكرة السلة التي تعد الأولى من نوعها بمدينة الدار البيضاء أعطيت انطلاقتها الرسمية صبيحة يوم الأحد وبالتحديد ببوسكورة وسجلت حضور عدد كبير من المستفيدين ذكورا وإناثا والغرض من تأسيسها تحقيق عدة أهداف اليوم كانت تواجدوا الافتتاح للإعتلاق رسمي لأكاديمية شيكاغو لكرة السلة بالمغرب بتواجد المؤسس ديلها في الولايات المتحدة الأمريكية اللي هو أيضا لاعب سابق محترف لكرة السلة الهدف من إنشاء هذا المشروع في المغرب هو الأولى تكوين الأطفال عبر ممارسة كرة السلة والهدف الثاني هو تعميم ممارسة كرة السلة الآن المشروع عنده أيضا واحد البعد اجتماعي اللي هو غادي ندمجو أطفال اللي هما من أسر محدودة الدخل اللي أكثر من ميتين تافل غادي يلتحق بنا امك بخيزة شارج كمبلت في الوقت الراهن حوالي 150 مستفيد تتراوح أعمارهما بين 4 سنوات و18 سنة في انتدار التحاق ممارسين آخرين من شأنهما لاستفادة من الخبرة الطويلة التي ركمها دامو ويليامز النجم الأمريكي المحترف والعضو المنتمي للجامعة الدولية لكرة السلة والفائز بلقب أحسن رامي في إحدى المسابقات العالمية التي أقيمت بدبي سنة 2009 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر